اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا عبارة من التراث الادبي العالمي لا وجود لها فيقاموس قوى السلطة في العراق فالهدم فقط هي اللغة التي تجيدها الاحزاب السياسية بعيدا عن مفاهيم الاعمار والتنمية والتطوير لم تنفك هذه القوى تناصب العداء لبغداد وهويتها التاريخية والثقافية محاولة بشتى الطرق تشويها معالمها والتنكيل برموزها واعلامها خدمة لاجنداتها الطائفية المعمول بها في العراق منذ احتلاله عام 2003 وإلى اليوم فكانت دائرة السينما والمسرح في بغداد التي تضم مسرح الرشيد اخر اهداف متنفذي السلطة حينما حاولوا هدم وتجريف هذه المؤسسة وإقامة استثماراتهم الخاصة بدلا منها في سياق عملية تبييض اموالهم المنهوبة من المال العام هذا استهداف ازالته ليش يجيرون دائرتنا الام انا مموظف في الدائرة لكن انت من احد فروع الدائرة وعلى راسي الشرف في الدائرة بس انا اقول ليش هذا الاستهداف الفنان العراقي يعني احنا كمخرجين ممثلين ليش هذا الاستهداف اننا بدي يصير الغضب في الاوساط الثقافية والفنية مستمر رفضا لمحاولات وضع اليد من قبل المتنفذين على مؤسسات البلاد الخاصة بالثقافة وزارة الاسكان والاعمار او الشعب القانونية او القسم القانوني فيها قاموا بتدليس القضاء العراقي هم يدعون اننا شيدنا هذا البناء الان وهذا البناء لم يشيد الان هذا مشيد من ثبانينيات القرن الماضي لا نقبل باي خطوة تمس الثقافة العراقية هناك سياسة تجهيل اي مظهر حضاري الان بالعراق يهاجم اي مظهر اي مظهر ثقافي في العراق الان يهاجم تراجع السلطات الحكومية مرغمة عن قرار هدم وتجريف مبنى مسرح الرشيد يثبت مرة اخرى ان الارادة الشعبية هي الاقوى عندما تكون جادة ومتحدة وان ارادة قوى السلطة اضعف من ان تصمد امام ارادة الشعب